الفقارة نظام سقي تقليدي اعتمد عليه سكان الجنوب منذ الأزالة وبقصور ولاية أضرار انتشرت بكثرة لكنها اليوم تحتاج لإعادة الترميم في مشروعنا يطالب السكان أن يعاد النظر فيها نحن لا يجي من فوق لكي ترتبط تغسره الفقارة لا يجي من فوق لكي ترتبط تغسره لما يجي من فوق منين يجي من فوق يجير وتغسره من أحبابيه نحن نضغل الماء لا يجي من فوق لكي ترتبط تغسره أعلامنا هي ترتبط مرنش قابلي على هذه الخدمة هذه الماء مكاش والتي يركب لا غسره هذه البلاصة النورمال ما تتخدم غير إلا كانت كال الماء راه فيه ربع سنين ولا خمسة يخدم الفوق أموالها راه تصرفت عليها ملايير تصرفت عليها ونستنول ما يجي مجاش الماء وعلى التالي قمل تيوت اللي كانوا بقيين الفوق وما زال بقية خدمة الفوق وقال بقية درهم بغي يكملها هنا هذه البلاصة ما يقدرش يكمل فيها الدرامي لما جاء بالماء رأنا رفضين هذه الخدمة بتاتنا رفضينها إعادة ترمين فقارة قصر أدغى من الأولويات التي يحيص عليها السكان حفاظا على هذا الموروث وتفاديا لتراجع منسوب الماء لا دراسة وجنير هذا كل يقول ولا جنير هو مو جنير تقع الفقارة جنير تقع بوخرارب ولا تقع تريق وما تلك بوخرارب أنا شوفوا مليار القدرون ومليار البوخرارب وكل عام يتقلب وعارفين هذه خسارة من الولاية خسارة الشعب كاملة بعد الإنجاز تبينا أن الفقارة تعاني في الشطر الآخر بالنسبة لحي المسكن الشطر الثاني بالنسبة لحي الشبكة لذا قررنا باش نأخذوا هذا الشطر إن شاء الله نأهله في البرامج المقبلة لأن هذا الشطر يتطلب دراسة معمقة أكثر لوجود بعض العراقيل بعض العراقيل إعطاء الأولوية لمشروع ترميم الفقارة ما ينتظره السكان من السلطة المعنية بالعمل وفق المعايير التقنية ترجمة نانسي قنقر